تواصل مصر جهودها المكسفة في تجهيز وإرسال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميد بعد التحية يعني رغم أن اليوم هو أول أيام عيد الأطحى المبارك ومصر كثفت من الجهود المستمرة كعادتها في تجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية من قبل المتطوعين لكن يتبقى العدد الذي يصل إلى الجانب الإسرائيلي من المساعدات الإنسانية لا يلبي الاحتياجات داخل القطاع خاصة مع حلول عيد الأطحى المبارك والحاجة إلى المواد الجذائية نظرا للمجاعة وأيضا سوء التغذية هناك الخاصة بالأطفال اليوم نتحدث عن دخول مئة شاحنة ولكن هناك عدد من الشاحنات عادت مرة أخرى نتحدث عن سبع عشرة شاحنة وكان هناك أيضا أربع شاحنات لألغاز دخلوا منذ صباح هذا اليوم نتحدث أيضا عن أن مصر جهزت دفع أخرى من الشاحنات المترصة أمام بوابة معبر رفح البري ومن ضمن هذه الشاحنات بعض شاحنات المواد الجذائية وبعض المبردات الشاحنات التي بها مبردات وهذه نقطة هامة حيث التكلفة الكبيرة على سائق هذه الشاحنات ولكن بالطبع مؤسسات المجتمع المدني ومصر تتحمل كل هذه الأعباء في سبيل دخول الشاحنات إلى الأهالي في قطاع غزة نتحدث أيضا عن أن الشاحنات التي تدخل إلى القطاع لا تصل إلى شمال قطاع غزة بصورة كبرى رغم الاحتياج الأكبر لأهالي شمال قطاع غزة فيما يتعلق بالمواد الجذائية أما عن الوضع الميداني ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي عن هدنة تكتيكية لهدوء الأوضاع ودخول بعض المساعدات أولا عدد المساعدات قليل للغاية ثانيا الوضع الميداني كانت هناك بعض أعمال القصف داخل مدينة رفح الفلسطينية منذ صباح هذا اليوم كان تل السلطان تعرض لبعض القصف وخلف عدد من الشهداء ومنذ قليل أيضا منطقة الشبورة كانت أيضا تتعرض لبعض أعمال القصف بالإضافة إلى المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية فبالتالي أعمال القصف مستمرة لم تتوقف في مدينة رفح الفلسطينية وهذا بالطبع يفاقب الأوضاع الكارثية خاصة مع استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني والذي كان يسمح بمرور عدد كبير من الجرحة والمصابين الذين يتلقون العلاج خارج القطاع وخاصة في المستشفيات المصرية في مستشفيات محافظة شمال سيناء ومدن القناة فبالتأكيد العودة إلى العمل مرة أخرى من خلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني لكن مع الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح يكون طبعا في غاية الأهمية في هذه الأيام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحالات الحرجة وأيضا الأطفال الذين يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية وبعض المكملات الجذائية هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى